بسم الله الرحمن الرحيم روى الإمام البني بسادة صحيح قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إذا توضأت فانتضح فإن الانتضاحة من السنة فوراو الإمام أحمد قال من حديث الحاكم بن سفيان رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نضح على فرجه بالماء وقال الوراو الإمام أحمد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن من سنن الفطرة المضمضة والإستنشاق والانتضاح أو النطح إيه هو النطح سنة دي دي سنة مهجورة وصنة عظيمة جدا بعد ما تتوضأ تاخد حفنة من الماء وترشها على الزكر بتاعك في داخل الملبس الداخلي تقطع عنك الوسواس تماما أثناء الصلاة تبقى خطب الأسباب لو خرجت قطرة بول وانت بتصلي من غير ما تشعر بيها صلاتك مقبولة إن شاء الله لأنك محسنش بيها هتختالب بالماء وبتقطع عنك الوسواس تماما خاصة بعد قطاع الحاجة فسنة مهجورة لعلى أفعاله أكثر الناس فبتقطع عنك الوسواس بعد أثناء الصلاة تعينك على الخشوع في الصلاة وبالتالي تقبل الصلاة والسنة المهجورة الرسول عليه الصلاة في الحديث قال المتمسك بسنتي له أجر شهيد له أجر شهيد ودي من السنة المهجورة من أحيا سنة أماتها الناس أحيا الله قلبه وما تموته من قلوب فقرأت نحن السنة العظيمة فالرجال والنساء تأخذ حفنة من الماء بعد أن تتوضى وترشع على الزكر بتاعك تبقى أنك كده أخذت بالأسباب وبالتالي لو أنت وتصلي شعرت ببلل لا تقول بقى ياه دنا الزار نزل مني قطرة بولد كيف يحصل معنا في الوازن والشيطان يأتينا من هذا الباب الرهيب وبالتالي يفسد على عين صلاتنا فيريد كل واحد يوازم على هذه السنة العظيم أقوله خولي هذا أستخر أحسن الله لكم